السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين على قناة مختار تيك واليوم سنشرح مسألة تقنيات الشحن السريع الأخيرة سواء الـ 120 أو الـ 125 وحتى الـ 121 كل هذه التقنيات رأيناها بداية مع Vivo 120 قبل أيام وأيضاً أوبو علنت على الـ 125 واط وأيضاً Realme اللي هي تأخذ نفس تقنية الشحن من أوبو وهي 125 واط وأيضاً عرضت لنا نماذي الثانية للـ 50 و 110 واط لكن اللي يهمنا هي الشحن السلكي اللي راح يوصل للأجهزة الشهر القادم سواء من Vivo أوبو وأيضاً شاومي راح تحضر لنا إلى 120 واط أو 125 واط حسب الأخبار الأخيرة لكن شون هذه التقنية راح تشتغل وشون راح نستفيد منها كمستخدمين وهذه راح تأثر على عمر البطارية هذا اليوم راح نفصله بشكل مبسط ومختصر ببداية عمل كل هذه البطاريات سواء فكرة Vivo أو حتى أوبو هي نفس الفكرة الفكرة أنه الشاحن هذا أو راس الشاحن خلو نقول تم تغيير مسألة فيزيائية وأمور الخاصة بتحويل فولتية من 20 واط ومعدل 6 أمبير أو 6.25 لتقنية 125 واط وتحويلها إلى أنتغريت الأنتغريت اللي راح ينطي الطاقة إلى البطاريات وتحويلها على 10 فولت بمعدل 12.5 أمبير حتى تحصل على قدرة 125 واط ولكن التغيير كله راح يكون أو الشغل كله راح يكون بالبطارية إذن عرفنا أن الشاحن هو 125 واط ينطي هذه الفولتية بالتحويلات اللي ذكرناها بعد يدخل إلى البطارية شنواجب البطارية بهذا الموضوع؟ البطارية مقسمة إلى كل بطاريات الآيون ليثيوم اللي تستخدمها الشركات عندنا ثلاث طبقات أو ثلاث خلايا للبطارية اللي هي ثلاثة C أو ثلاثة Sills هذه ثلاثة Sills تم مضاعفتها سووها ستة Sills فبالتالي راح تنقسم البطارية الـ 4000 ميلي أمب اللي تم الاختبار عليه هذه التقنيات إلى ستة مضاعفتها فثلاثة لكل 2000 ميلي أمب فبالتالي هذه الـ 12.5 أمبير أو العشرة فولت راح تتم دمجها مع البطاريتين حتى تنطيق القدرة الـ 125 تكون واصلة لـ 4000 ميلي أمب واللي راح تشحن حسب الشركات بالمحصلة الإجمالية من الصفر إلى 100 سواء من فيفو أو أوبو بـ 120 أو حتى 125 واط ما راح نتعدل 20 دقيقة من ناحية شحن البطارية وأيضا في أوبو مثلا عن سبيل المثال مع الـ 125 واط راح تقدر خلال 3 دقائق تشحن لك 33% كمعدل من ناحية نسبة البطارية ولكن مثل ما نعرف شحن السريع يختلف يعني نسبة لحد 33 مثلا خلال 3 دقائق مو معناتها مثلا توصل المية خلال مثلا 10 دقائق لا هنا الأمر يختلف لأنه شحن السريع ذكرناها بتقنيات أو السلبيات وإيجابيات شحن السريع ذكرناها بالحلقة تطلع عليها حتى تعرف تفاصيل أكثر ما يحتاج أنه نعيده بهذه الحلقة فبالتالي هذه المحصلة كلها شين راح يؤثر على البطارية البطاريات بهذه السرعات سواء حتى بسرعات القديمة بداية من 30 واط 40 واط إلى آخر وصولا لحد 125 حاليا هذا راح تأثر على عمر البطارية نعم بالاستخدام العادي راح تأثر بعد ممكن 18 شهر أو 24 شهر راح تقل كفاءة البطارية نسبة 10% أو 20% أما إذا استخدمتها بشكل مكثف ويومية تشحن شحن سريع مجرد ما تنقص البطارية شوية 10% وتحط الشحن السريع لا هذا راح يؤثر ويؤدي إلى تلف البطارية هذا انتهنا منه زين والحرارة يا مختار من ناحية ارتفاع حرارة بهذه القدرات الواطية الخاصة بشحن البطارية نعم شركات سواء فيبو أو حتى أوبو أو حتى ريلمي يعني بشكل عام سوت نظام جديد مثلا أوبو استخدمت قالت أنه احنا بهذه البطارية خلينا 14 مستشعر أو 10% سنسر هذا مستشعرات الحرارة اللي راح تخلي البطارية مع هذه القدرات الشحن متوصل لغاية 40 سيليزي وال40 سيليزي مع شحن البطارية يؤدي ممكن إلى انفجار البطارية حسب الأوضاع الخارجية للهاتف يعني إذا كانت جوعدنا حار ويصمط أكيد البطارية مع 125 وات ممكن تنفجر أو ممكن يسبب تلف أو ممكن يسوي لاق في واجهة النظام التشغيل بشكل عام أو يؤدي إلى توقف الهاتف بعض الشركات تستخدم برمجيات تنبهك بهذا الشيء مثل سابقا جماعة الأبوض أو جماعة تفاحة دائما كانوا يطونة في التنبيه معين لما ترتفع حرارة البطارية ولكن بشكل عام الفكرة هي أن الشركات لازم تغير نوع البطارية أول شيء ثانيا أنه تضيف أو تزيد عدد الطبقات تبريد الماعي سواء خارج البطارية أو مع بطاقات يعني قطع اللي تكون عازلة للحرارة المرتفعة وتحافظ على البطارية إذن لنستعجل ونفرح هذه التقنية لأنه هي استخدامها بالاستخدام العادل أو بالاستخدام البسيط رح يكون الأمور تمام لكن إذا استخدامك وداما تشحن البطارية لا رح تنتهي بطاريتك بأسرع وقت ممكن فبالتالي الشركات لازم نزيد نظام التبريد حتى تحافظ على هذه الطاقة لكل تقنية إيجابية ولكل تقنية سلبيات ونحن نحب نوضح هذه الأمور بتقنية باختصاء تهياتي لكم كان معكم مختار العراقي من قناة مختار تيك ترجمة نانسي قنقر